اشتركوا في القناة لاكثر خسارة بعد دخول عصابات داعش وسيطرتها على مدن كامل غياب التخطيط وغياب الاستفادة من الخبرات الاجنبية وحتى في داخل عراق والعمل الكيفي بدون تخطيط هذا ما نتج انه خسائر كبيرة قدمنا بالجانب المادي مقابل حربنا مع داعش ولو كان هناك خبرة موجودة وتخطيط جيد لخسرنا اقل هذه التكاليف التغاطع في نشر كاميرات متطورة لمراقبة المؤسسات والدوائر والشوارع الرئيسة والفرعية احد الاسباب في التدهور الامنية كما ان الفساد في صفقات شراء اجهزة ومعدات لكشف المتفجرات حالت ايضا دون استدباب الحالة الامنية وتجنب الخسائر البشرية والمادية لو كانت هذه المبالغ او قسم منها مهية لاستيراد الاجهزة المتطورة والحديثة لمراقبة الحدود ومراقبة الداخل العراقي لما وقعنا في هذا الفخ من الخسائر الكثيرة المادية والبشرية ولكن انكون واقعين وصريحين ان الدوائش لم يأتوا فقط من الحدود من اجل كشفهم وهو من اجل انه منعهم وانما هناك حاضنة قوية لهم في داخل العراق في بعض المناطق في عدد كبير من الدول تحاط المدن والمرافق الاستراتيجية بمنظومات لكشف المواد شديدة الانفجار اما في العراق فخسائر التفجيرات وخسائر الفساد يشكلان جبهة واحدة بوجه المواطنين والقدرة المالية الحكومية دون حلول عملية لانهاء التدهور الامنية هذا الرقم المهول للاموال التي ذهبت ضحية للتفجيرات الاجرامية لا يشمل الاضرار الجسيمة التي تعرضت لها الاثار العراقية نظرا لانها لا تقدر بثمن نهيك عن الاضرار التي تعرض لها العراقيون بممتلكاتهم محالهم مركباتهم ومنازلهم ونجريت احصاءات لكافة المجالات هذه فمن المؤكد ان الرقم سيكون اكبر بكثير صباح حكيم قناة بلادي بغداد اشتركوا في القناة